موسيقى موسيقى المسجد الأزرق الأول سميه من المسجد الأزرق لأنه فيه بلاطات زرقاء تم استيعابها تم جلبها من بلاد ما وراء نار يقال تركيا ويقال روسيا المسجد الأزرق من المساجد الجميلة اللي هي محطوطة على الخريطة العالمية واعتبر تحفة باب الوزير المأزانة مملوكية خالصة من أجمل المأزن فيه ضريح أك سونكر والليبانية أك سونكر وأك كلمة أك سونكر أك بتاعني الطائر طائر الأبيض موسيقى أهم حاجة ترميمة القشاني نفسه البلاطات الزرقاء كانت وقعها عملوها تاني الباكيات العقود نفسها بعض النوافذ كانت فيها تكسير بدأت تتسد يعني الحجارة نفسها غير كده كمان ان انت تحاول تعيد أثر للحياة بيبقى شيء صعب قوي بالصفة عامة هو ترك بصمة كبيرة وترمم 2011 قريباً ومتاح للزيارة المساجد المملوكية بتتميز بوجود الباحات المفتوحة والمكشوفة ده بيدي راحة للعين وفي نفس الوقت بيدي روحانية للمسجد نفسه المساجد المملوكية فيها تراء فيها أربسك فيها أعمارة فيها عقود فيها مساحة رهيبة فيها نقوش فيها شغل مقرنصات غير عادي يعني هم حبوا المماليك حبوا مصر وكانوا بيتباروا في ترك بصمات ليوم توقع المساجد أو الأسبلة